موسيقى موسيقى احنا الاسئلة كلها من المنهج مش رح نضربكم زي ما ضربتهم الوزارة والله ما بتقصى بنرجعك اليوم نحن بشغل في الساس نرجعك لوقت ما كنت طالب متذكر والله يعني ممكن كان فترة شوي شريت سريع زمان يعني من خمسة ستين بالضغط ست سبع سنين انا سدقوا بس سحنا نرجعك لحقبة ما كنت طالب وبنسألك عنها بحيث ان الطلاب يستفيدوا من تجربة الأستاذ أيمان وبعمر ويعرفوا عنها أكثر تمام؟ فبنسألك أول سؤال انت وين كنت قعد في أي درجة بالمدرسة؟ يعني اللي بتذكره حسب هيك معلوماتي يعني وراء لا ما كنت أقعد وراء أو قدام بالنص تقريبا بالنص ممكن ثاني درج ممكن ثالث يعني المهم بالنص وبتأمن انه اللي بالأول بيكون هون نيرد وبالأخير مش سائل؟ يعني غالبا صراحة يعني بنا نشوفها بس مش دائما فيه أنا كنت باعرف طلاب ممتازين بس يقعدوا وراء في طلاب مثلا في طبيعتهم انه بتلاقي هذا الطالب دائما ساكت مثلا قاعد وراء بتحس انه هذا لنش دخل بس لما يسأل الأستاذ سؤال بتلاقيه يجاوب فبنصدم الأستاذ انت كطالب حتى بتنصدم إذا ما بتعرفه بتلاقيه انه فعلا طالب نيرد بس ما بحب انه يستعرض انه أنا و أنا يعني زي هيك طيب شو السبب انه الطالب الشاطر ممكن يقعد وراء؟ والله ما تعرف نفسيا ليش يعني ممكن انه ممكن يعني فيه كثير عوامل ممكن انه خلص ما بحب الشو انه خلص أنا في حالي يعني خاصة بمراحل خلني حكي متقدمة يعني مش كطالب صغير يعني بتذكر طلاب زي هيك بالأول ثنة وبالعاشر توجيهي مثلا أما قبل يعني لا مش كثير بتذكر خليلا وبتحس انه طالب نيرد لازم يكون يحب دراسة ولا ماذا زي دخل بهاي؟ يعني غالبا آه بصراحة يعني أنا بأخذ مثال بشوف بنتي ما شاء الله عليها لليان هي صف ثامن هسة تاسع فايتة تاسع نعم الله يخليك حبيبي يعني هي دايما ما شاء الله خلني نحكي كدراسة حتى في البيت بترحمش حالها خلص سبحان الله من الصغر هي هي هيك وبنتجيب ما شاء الله الأولى هي دايما نعم يعني من يومين جابت شهادة تسعة وتسعين وفراطة ما شاء الله عليها يعني مش زي إخوانها إخوانها أوكي ما شاء الله شاطرينوا هيك بس ما بدروس زيها نعم فهي كطبيعتها فممكن الطالب نفسه يكون كطبيعة إنه هو بحب الدراسة فهي هيك سبحان الله وهي صغيرة بتحب تدرس يعني بس بس شرطة إنه ناردو كن بحب الدراسة لا طبعا بس الغالب آه طبعا طبعا كنت تحب الدراسة أو لا والله يعني نوعا ما مش إنه كثير خلني حكي إنه مولع بالدراسة بس إنه كنت كطالب ملتزم خلني حكي ما كنت إنه مطلع طبعيني وبينك محدش سامعني إذا ما أنت شايف حبيبي الله يسمعك كنت شاطر مدرسة آه في البدايات آه كنت شاطر بدايات لحد أي صف يعني يعني خلني حكي في صارت نقلة نوعية لعند الصف التاسع يمكن تقريبا والدي توفى الله يرحمه رح نطلع وأنا في التاسع فكان في مسؤولية وكان عندنا حتى حتى كان حالي كثير يعني هاي التفاصيل حتى يعني كليل ما حدا بيعرفها حتى أنا بتذكر وقتيها لما توفى كان دواء مدرسة وكذا عطلتي عطلنا كم من يوم وكذا وإشي ما حكيت لحد إنه توفى لأنه أنا طبيعتي ما بحب حدا يشفق عليه ما بحب حدا يساعدني فكان في سوبر ماركت وهيك فمسؤولية بدك تداوم فيه فالواحد تعلم إنه سير خلني حكي زلمة يعتمد على حاله ما هو صغير يعني أوكي مش كل الطلاب مش كل الناس ممكن يكون عنده فرصة زي هيك هي فرصة إجت هيك يعني بالغلط خلني أحكي والحمد لله على كل شي فبقول لك هاي ممكن غيرت شوي خلني أحكي من الاهتمام في الدراسة لكن الواحد اللي بقدر عليه كان يسويه أنا طبعا شايف هذا المقطع ريل قدام عيني هسا شايفه مكسوس ريل وهي يوم قاعدين يحضروا فيه أنت قاعدت تحضر هذا اللي هو عجنب انت قصيت وقلت لي لا هذا مكسوس هسا أنا شايفه مكسوس هذا المقطع ونازل ريل عندك على الصفحة وهي يوم قاعدين يحضروا فيه أهل وسهلة يتوضروا الله يسعدك أستاذ أمر مين أمر عادي ينسى الموضوع أبو أمر مشي لك يا مشوار أنا دائما عندي كل أسادي لازم أحكي أسماء العيلة أستاذ علي غاندي أنا أبو أمر أمري في حياتي ما قلت له أستاذ علي أه غاندي غاندي ما خلاص عن هيك طبيعتنا أه خلاص من الإسم اللي بعده أه أنا عشان هيك حتى طلاب بيحكوش أستاذ عبد الرحمن قنبر أه بالضبط أه نفس الشيعات أه أبو أمر أو أيمن بالضبط أه دكتور أبو العسل أه اسمه دكتور أبو العسل ما حتى نكره دكتور محمد أبو العسل صحيح صحيح خلاص بتمسك الاسم الأخير دائما ننسى إنه اسم محمد أصلا بالضبط أه أحيانا والله في ناسة تفكر فيها بتنسى أنت شو كان اسمك؟ لدي صاحبك صحيح طلاب أنك نجيئة نجيئة مثلا أبو عمر صحيح شو كان اسمك أنت؟ حتى كثير الناس بيسألوني أنه أبو عمر طبعا يعني أحيلتك أستاذ ولا ولا أنت أبو عمر يا الله خليك عمر بدونهم تربيع يا جماعة أنا تربيع آه والله أنت أبو عمر تربيع الحالي أبو عمر عشان ما هيزة أبدا تزبطيني فعليا عشان ما تخربطش الناس هي هيك يعني مشيت علي أبو عمر وحبيت بس يجيني ولد أسمي عمر بحب الاسم كثير ومشيت تربيع أبو عمر تربيع قل يا أبو عمر بتزبط على الجهتين بس هايزة علمنا ترى أسادة الرياضيات ليش طيّة؟ لأن هي مش تربيع هيك آه مش تربيع آه خلاص مشيها خلاص هم مشيها هذا انجليز احنا إلنا في الانجليزي يا أمي أستاذ دايما أقو أستاذ في الانجليزي ما علمنا كنت علمي بس خلاص مش مشكلة كنت زمان ما وحنا كنت قبل سبع سنين أعوذ بالله كنت تذكر من سبع سنين شو كنت تدرس المدرسة؟ أعوذ بالله كنت تذكر أنا إلي متخرج عشر سنين اللحظة عشر سنة آه شو الرياضيات إحنا يا دوبك نجمعوا وطرحوا يا دوبك مشي الأمور سأل موضوعها طب بما أن الرياضيات ما كانت تستمعها كيف تتعمل مع المواد هاي باتحاناتها كذا؟ والله يشوف ولا كنت عطر فيهم يعني خلني أحكي أنا كعلمي خلصت توجيه علمي بس ما جبت هالمعدل اللي بدي إياه خلني أحكي قلت لك كان فيه ظروف يعني مرت وما درست فعليا كطالب توجيهي بس كنت مثلا خلني أحكي مواد الحفظ أنا بدخلت أدبي أتوقع ممكن أجيب تسعين بدراسة خفيفة أنا الحمد لله كنت بالعربي ممتاز بالتربية الإسلامية برضو نفس الإشي كل مواد أدبية كانت أموري ممتازة بدون دراسة حتى اللغة الإنجليزية خلني أحكي كإنجليزي أساسي كان ممتاز بس ما كنت إنه زي هسة يعني كثير أكيد طبعا أكيد بس كانت أموري ممتازة حتى أنا بتذكر بالتحان الإنجليزي يوم الانتحان الصبح بنتجي رأى أنه كان عنده مشكلة بالإنجليزي رحت راجعت له الصبح شوف تخيل له وين مش إنه نير بس يعني كويس بالإنجليزي لغتك أساسك جيد اه يعني بتذكر علامتي كانت بالسبعينات من مية بتذكر علاماتي يعني بالتوجيه بالسبعينات الإنجليزي من مية أوكي مش واو بس جبتها بدون تعب مش هالدراسة نعم تقول دراسة يعني الرياضيات المواد العلمية خلني حكي والله يعني كان عندي صعبة فيها لأنه خلني حكي سجلت مركز خلني حكي رياضيات بس والله ما استفدت كثير يعني بدون ذكر أسماء عند مين بس كانت القاعد تحكي فيها ستين سبعين طالب شو لك استوعب يعني شو لك تفهم صح فأحضر حصة حصة يعني شلفة قاعد وتروح الدام في السوبر ماركت شوي مش عارف ايش الاخري فمشت هيك يعني الأمور في مثل كيف كيميا كنت أنا بحب الكيميا كنت مبدع بالكيميا صراحة جبت يعني الحمد لله دوسيات برضو أحد المعلمين خلني نحكي ماشاء الله عليه عن دوسيات ودراست بتذكر نزلتها ميتين يعني مية وسبعة وثمانين ميتين دراساتي يعني ماشاء الله ممتاز بس رياضيات وأحياء صراحة لا كانت علاماتي يدوبك النجاح لأنه خلني نحكي ما أعطيتهم هذا المجهود نعم كان قلت لك شو الظروف اللي صارت ووقتين احنا ما كان عندنا انه هالفرص الموجود لهذا الجيل انه تعيد تكميلي بعد فصل احنا لا نهاية السنة تستنى طب هندوق على تستنى كمان السنة طب دك تشتغل بدك تطلع مصروفك صح ولا لا صحيح فخلص ليش تعيد فكان معدلي بالسبعينات يعني حتى ما كنت اش مقرر اني ادرس انجليزي نهائيا شوف النصيب كيف بالآخر انا كنت ناوي ادرس كيميا هيك حطت بالي بآخر لحظة قلت لا خلص انا شو بدعم بالكيميا لا انجليزي خلنروح الانجليزي انجليزي مجال اوسع ومش تدريس شوف كيف ربنا بختار لك النصيب بطريقك حكيت يعني اذا درست انجليزي ترجمة ترجمة الى اخرى حتى لما تخرجت يعني كانجليزي وهيك دورت على وظائف كترجمة معنو انا تخصي يعني اللي هو ادب انجليزي ما ضبط صحي اللي قدمت لمدارس زبط او مدرسة وهين رح تد الان على القنين في هذا الاشي سمعه الله احيانا ترى هذه الامور بتخليك تفكر في الموضوع بعمق اكثر صحيح تخير انا قرار واحد في حياتي بعد كم سنة كل الحياتي معتمدة عليه على هذا القرار بس صحيح قرار انا ممكن على ستغيضاي صحيح في ناس بتفكر انه اه والله ممكن تندم ممكن ما تندم مرة طالبة ما شاء الله عليها سألتني هي جابت حتى العام من الاوائل تسع وتسعين واشي ما شاء الله بالادبي سألتني استاذ ايمان طيب انت ندمان هو يعني مرات بسألوني هيك موضيع جانبية وبحكي لهم شو صار معي يعني موجز في الحصة بتعرف مش شرط الحصة تكون كلها تدريس علمية طالب مهم بسهق يعني مرات نطلح هيك بخلال حسب الموضوع فبقولها لا مش ندمان بالعكس انا بعرف انه ربنا اختر الأفضل الحمد لله سأمور يثير كويسة صح يمكن لو رحت انا مجال ثاني يمكن ما كان وضع هيك صحيح فدائما هذا الحكي مش الكل بيعرفه من اول مرة ممكن يصير يقول طلع شو عمل طلع شو صار معي يعني فيه طلع مثلا لا سماح الله تطلع النتائج انه راسب مثلا طب يتطلع بصير يزعد يا عزيزي ربنا اختر لك الأفضل توقع الله كل اشي مقدر تشوف الاشي سيئ لا بالعكس انت بتشوفه ظاهريا سيئ بس هو بالعكس هو بكون ربنا بخبيه لك اشي احسن من هيك 100% طب أستاذ ايما مقارنة بالجيل اللي انت درست فيه مع الجيل الحالي شو الاغلاط اللي انت شايفها بالجيل الحالي ولازم تتغير هلا اكبر غلطة ها اكبر غلطة طبعا هلا احنا الحمد لله ما كانت على ايامنا ولا اتوقع كان صار فينا نفس الاشي اللي هو التليفون الموبايل يعني الطلاب السمارتفون خلني احكي طبعا مناش نحكي موبايل موبايل اللي هو كبسات السمارتفون مهو زي عالم صحيح يعني اذا احنا جيلنا وهيك ممكن تمسك التليفون تلتهي ما بالك لظهر اه بالضبط تيجي قعد مثلا على الساعة 12 بدك تنام ولا انت قاعد للثنتين قاعد بس بتقلب على التليفون ما بالك هذا الجيل اللي هو اصربي على هاي الاجهزة سمارتفون او التابلت او غيره فهذا مشكلة بالنسبة لطالب التوجيهي لازم يبايد عنه لانه فعلا سوسة فهذا بيخلي الطالب انه ما يدرس صراحة ويعطي كل قدراته اوكي انا بفتحه مش بالمرة عدم ان انا بدي اسحب التليفون من ابني او بنتي لا بساعات بوقت محدد انه ساعتين ثلاث باليوم مثلا مش اقول انه مثلا عشر ساعات على التليفون هاي مشكلة كبيرة بصراحة هاي رقم واحد رقم اثنين ممكن نحكي من الاخطاء اللي هو خاصة الطلاب لضعاف كانجليزي يعني كثير بشوفها او حتى رياضيات مثلا عدم التأسيس الصح عدم المتابعة لغة انجليزية جماعة عشان انت تصير جود بهاي اللغة بدك تتابع هاي لغة اذا ما بتتابعها بتموت يعني كنا من يعرف اللغة اللاتينية يعني اللي انبثق عنها اسباني فرنسي ايطالي المهم حاليا مين بحكي لاتيني ولا حدا ليش؟ بطل حد يحكي فيها فماتت اللغة بعكس اللغة العبرية خلني احكي الله يحرقهم اليهود اللغة العبرية كانت لغة مندثرة لكن طلعت ليه؟ لانه اسسوا دولة لهم كيان مختصب اسسوه وصاروا يحكوا في اللغة فرجعت فالمقصود في النهاية انه انت كلغة انجليزي بتكت تتابع تصديقا لكلامك أستاذ ايمن انا كنت انا بقى الحمد لله لغة الانجليزية جيدة حسا لو تحكي مع انجليزي ممكن ارجع اتلخبط انا بمارس بس 19 years old هاي ما شاء الله لك راهيب انا على طول سؤال جواب امور طيبة لا فعلا والله لما ترجع تحكي على المواطر اسافر اول يوم بتغلب فيه حسا فيش واحد بيتغلب اول يوم ثاني يوم بيحكي كويس بيكون تعلم وخلص لا اوه ما تعلم مش هوبه عارفها لما انت تقول السنة كابلة ما تسوقش السيارة بعد انتركب السيارة فازع تدعس بنزين صيرت نتة السيارة انا كش عارف تسيطر على الداع سلسة ويلفي خمس دقائق بتسيطر وترجع امورك مية بالمية صحيح مية بالمية هذا لا يعني ان انت ما تعرف تسوق ولا يعني ان انت تعلمت بالخمس دقائق صحيح بس انت موجود عندك البيس موجود بس انت بدك ترجع تمارس صحيح ما شاء الله لكم فصراحة الممارسة في اللغة كتير مهم جدا يعني ولا قطة انا بحديثك حتى كثير طلاب طب انا كيف امارس انا بحبش اقرأ كده يعني لا تقرأ هاي التليفون بين ايديك صح انت قاعد في هاي العطلة على سبيل المثال عندك يعني قبل التوجيه طب انا ممكن احضر لي مقطع مثلا اظن احضر اشي انجليزي اسمع اسمع كل يوم احضر لك ساعة زمن وانت بتقول عشر ساعة واثناشر ساعة وعشرين ساعة التليفون احضر اشي انجليزي اسمع انجليزي يعني اوكي اسمع انجليزي لانها لغة الكفار لازم تتعلمها لانها لغة كفار طبان احسن لانه اللي ما بيعرف لغة عدو مستحلة مية بالمية مية بالمية كلامك فانت كمان حتى مش بس من هذا المنطلق انه زي ما حكينا انت حدلزمك في الجامعة رقم واحد بعد الجامعة كثير من نشوف ناس انه انا والله مش لاقي شغل ليه؟ بروح على مقابل بارش احكي كلمتين انجليزي صار كله بدو انجليزي مثلا اه صح مشكلة واحنا فعلا احنا ما بنحث على انه انت تعلم انجليزي ويحكي انجليزي في حياتك اليومية لا انا مثلا عندي مشكلة عقدة من موضوع انه واحد ربي ولاده انه بس يحكي انجليزي صحيح هسا اللي بيضطر اللي عايش بره هو مضطر انه ابنه مش جاب يعني صعب يتقلم انه يحكي عربي بس اكيد هاي صعب جدا بس انا بحكي على اللي عايشين جوه الاردن احنا انت ليش ابنك يحكي انجليزي صحيح بريستيج ليش اه الاسف يعني هون اه انا ضد طبعا طبعا هلا هو لازم يتعلم لازم يتعلم بس علم هو يحكي عربي صحيح يعني انا ابن اخوي مثلا عايش في قطر هو يعني يتربيه بقطر وبحكم البلد اللي هو عايش فيه اغلب الناس اللي هناك مش مش عرب تمام فالاغلب اللي بيسمعه اصلا انجليزي اللي بمدرس انجليزي اللي بيحكي انجليزي اكثر من عربي صحيح ولكن مع ذلك ابو احيانا بتلاقيه ما برضى يرد عليه لما يحكي عربي اه لازم تحكي عربي انت لازم تعود تحكي عربي صحيح صحيح هالانجليزي خليها موجودة معك تحتاجها في وقت معين تستعملها صح بس انت لغتك الاسية عربية استفتخر فيها وتحكيها فهذا صح انا ما بنحثها لانه الغي اللغة العربية ويحكي انجليزي طبعا بس الانجليزي مهم ولازم تتعامل فيه بس انت اتقنها اتعلم كيف تشتغل وعادي مش شرط انك تروح انت دورات تدفع مصاري لا قلناك من التليفون هي قدامك عمري فحتم اخد دورة انجليزي بسردك طبعا انا كثير طلاب مر علي انا كل خبرتي مدارس خاصة فبتعرف مدارس خاصة بكون عادة طالب يعني يقوي كثير بالانجليزي غير مش زي المدارس الحكومية بطبيع بحكم المنهاج يعني مزلوط صحيح انه مختلف مش احنا ننسي يعني لطلاب الحكومة لا بالحكومة اكيد بس احنا من حكم المنهاج انه من هذه المدارس الخاصة مختلف يعني اقوى مهتموا اكثر ففيه اهتمام اكثر بهاي اللغة بالزبط بعكس المدارس الحكومية فدك تعلم تكون قوي في هاي اللغة يعني فيه طلاب كثير انا بشوف يعني ليش انت قوي والله انا بحضر افلام انا بسمع اغاني مثلا عسي المثاب الانجليزي دك تسمعه وتردد وتعيد وتزيد شوف هالحكي لو يوميا تعمله تلاقي حالك مختخت اماما بسنة بس انا بالكتير سنة صحيح مية بالمية بنهاية اللقاء استاذنا بدنا توجيه كلمة او نصيحة انا صراحة بدي اخصصها لطلاب 2007-2080 بالعادة احنا بتكون نصيحة عامة وشاملة بس انا حابها تكون ل2007-2080 خصوصا انه 2008 هي اول جيل بتطبق عليه التوجيه الجديد النظام الجديد فبدي تنصحهم نصيحة على كاميرتك يعني حبايب يجي ل2007-2008 طبعا بداية بتمنى لكم كل التوفيق اهم اشي المتابعة والدراسة اول باول لا تراكم ولا تستعجب نفس الوقت انه في كثير طلاب انه انا متأخر ومش عارش شو بدي اساوي لا بمشي باعتدال لانه اذا انت من الان بلشت بسرعة بقوة في نص الطريق راح تزهج راح تقول انه خلاص انا تعبت ما بدي اكمل لا امشي باعتدال بتوازن ان شاء الله امورك تمام حتى طلاب 2008 كلهم اربع مواد عبارة عن اربع مواد وزارية هتقدموا فيهم امشي عمهلك امشي بشكل صحيح والمواد طبعا المدرسية برضو لا تهملها لانه اكيد انت هتبني عليها بالسنة الثانية كرياضيات او مواد ثانية وفي النهاية اتمنى لكم كل التوفيق الله يسعدك يا استاذ ايمن وبسطين جدا معاك اليوم وان شاء الله بنشوفكم في حلقات جديدة من برنامج شغف اساس كم معنا اليوم الاستاذ ايمن لا تنسوا نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب وفولو او لصفحة الانستجرام بنشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة اتمنى